قرية ولد احمد لا تبعد إلا بحوالي أربع كيلومترات عن مقر الولاية المسيلة وثلاثة عشر كيلومترا عن مقر البرد يولد منصور التابعة لها عشرون ساكنا للبيوت القزديرية بهذه القرية ينتظرون ترحيلهم بعد أن تم منح قطع أراضي وترحيل الثلاثين عائلة في وقت سابق ويتساءلون لماذا طال أمد ترحيلهم وقد استوفوا كل الإجراءات التي طلبت منهم جاءت السلطات هنا وكان جمع أطاولهم حوالي جاءت هنا مربوها خمسين واحد أطاولوا ثلاثين وعشرين قاعدة هكذاك حولوا هالبلصة واحدة أخرى ومن ذاك الوقت من 2012 ونحن رانا نستمعوا مكانوا أطاولنا استدعاء قالوا نروا نخرجوا الوقت وهكوا مستفيدين مدوا ثلاثين دار ونحن قاعدنا نطايشوا تحت القزدير مظاهر سيئة أخرى كثيرة نجدها بقرية لدحمت كالربط العشوائي بالكهرباء الذي يجلب لعشرات وحتى مئات الأمطار أما غاز المدينة فالمشروع قائم لكن سيستفيد منه نصف السكان فقط ولا أثر للطرقات المعبدات بتاتاً من ناحية التريسي تيرام كينين عشر 15 في كونتور واحد جايبين على مسافة تقريباً ثلاثمائة ربعمية متر ولا أكثر ولا أكثر بالنسبة لما عدنا في الخمسطاشين يوم جينا ساعتين في الخمسطاشين يوم جينا ساعتين وجايبين من المويلها السلطات المحلية تاعة البلدية ما يجونا ما يشوفوا لنا ما يدوروا لنا السلطات الولئية نتمنوا يدخلوا في أغرب العاجل يجووا للمنطقة ويشوفوا تضرر تعلرها فيه قرية لدحمد صنفت مؤخراً ضمن مناطق الظل وسكانها ينتظرون منذ التسعينات القرن الماضي أن يلتفت المسؤولون إليهم وينهو معاناتهم